هنروح للسلاح وآخر أخبارنا النهاردة والاتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني أعلن القائمة النهائية المشاركة في الأولمبيات كل التوفيق للسلاح وننتظر منهم الكثير وأمال كبيرة تطارد أو يعني تداعب بلاش تطارد تداعب فريق السلاح أو فريق منتخب القومي للسلاح بإحراز مدالية في الأولمبيات القادمة أعلن الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني القائمة النهائية المشاركة في بطولة الألعاب الأولمبياء بريس عشرين أربعة وعشرين وتأهل المنتخب الوطني للسلاح بأكبر بعثة للعبة في تاريخ مصر بواقع واحد وعشرين لعبة لاعبا ولاعبة ستاشر أساسي وخمسة عطياتي وجد بعثة السلاح المصري كالآتي سلاح الشيش رجال ضمت كل من محمد حمزة وعلي أبو الآسم وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام بينما ضمت قائمة سلاح الشيش السيدات يارى الشرقاوي وصار حسني وملك حمزة ونوها هاني ويقود منتخب السلاح الشيش فنيا كل من ماهر حمزة وتامر طحون وجد قائمة سلاح سيف المبرزة رجال كالتالي محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود محسن ومحمود السيد بينما ضمت قائمة السيدات كل من نردين إهاب وآية شريف وشروت جايير وجايبر ولولا ولقى بقى ولا لولا سليمان ويقود فريق سلاح السيف المبرزة المدربان سندرو وسيد سامي وضمت قائمة سلاح السيف رجال زياد السيسي ومحمد عامر وأدهم معتز وياسين فوزي بينما تأهلت نادا حافظ عن منافسات فرد سلاح السيدات ويخود منتخب سلاح السيف السيداء السيف للأولمبياد تحت قيادة المدربان في نست أنست وجيوم ماثيو ويرقى سرباثة السلاح في أولمبياد باريس طارق الحسيني ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورافق الباس أخصائي لعلاج الطبيعي محمد الششتاوي كما يرافق الباس أعضاء مجلس إدارة أيمن مونير وميرفت حسنين وياسمين جاد